فرت عائلات فلسطينية بأكملها من قريتها الصغيرة في الضفة الغربية في الخريف الماضي بعد تهديدات متكررة من المستوطنين الإسرائيليين الذين لديهم تاريخ من العنف وفي تأييد نادر لحقوق الفلسطينيين قادت المحكمة العليا في إسرائيل هذا الصيف بحق السكان النازحين بالعودة لكنهم عادوا ليجدوا قريتهم مدمرة عودة إلى الديار لكنها تدعو للأساء هذا هو حال عائلات فلسطينية كانت قد فرد بأكملها من قريتها الصغيرة في الضفة الغربية في الخريف الماضي بعد التهديدات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين وعنفهم المستمر وبعد ذلك وفي تأييد نادر لحقوق الأراضي الفلسطينية قضت المحكمة العليا في إسرائيل هذا الصيف بحق السكان النازحين من خربة زانوتا في العودة لكنهم حينما عادوا لم يجدوا من قريتهم سوى أطلال مدمرة زانوتا وكمان أنظرت أن القرى هجرت بسبب عنف المستوطنين وعدم حماية الجيش والشرطة للمواطنين بعد الحرب على الغزة فاتقدمنا بالتماس للمحكمة العليا ضد الجيش وضد الشرطة بعدم حماية الناس فقبل شهر المحكمة أقرت بإرجاع السكان زانوتا وسكان أنظريت لقراهن حتى الآن اختار نحو 40% من السكان السابقين عدم العودة بسبب مضايقات وعنف المستوطنين فضلا عن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقهم في المقابل يقول من عادوا أنهم عزمون على إعادة البناء والبقاء حتى في الوقت الذي يحاول فيه مستوطنون إسرائيليون ترهيبهم لإجبارهم على المغادرة فضلا عن صدور أمر قضائي يمنعهم من أي بناء جديد قدرنا بعد عدة جلسات نحصل على قرار بعودة السكان إلى بيوتهم وأراضيهم إلا هذه الفرحة إلا أنها توجد هناك منغصات القرار يفتقر أن الحكومة الإسرائيلية حكونا ما تبن بيوت ما ترم بيوت طبعا البيوت والققرية جميعها مدمر مما فيه المدرسة والمجلس القروي والعيادة الصحية مما اضطرنا للعودة والمعيشة في العراء الوضع مزري للغاية ورغم ذلك نحن صامدين وقعدين بأرضنا وإن شاء الله لن يتكرر هذا التهجير أهالي القرية وفي أعقاب أحداث السابع من أكتوبر الماضي وما تلاها من عدوان على غزة قالوا إنهم تلقوا تهديدات صريحة بالقتل من إسرائيليين يعيشون في موقع غير مرقص له بالقرب من القرية سنقوم بقاعدة ترميم هذه المباني لكي تكون موهلة لاستقبال الطلاب بالحد الأدنى قبل دخول الشتاء من أجل أن نثبت هذه المدرسة أن تكون باقية وبعد ذلك سنقوم بالاستمرار بتأهيلها كي لا نعطي الفرصة للاحتلال لعادة هدمها مرات وتقول جماعات حقوق الإنسان إن المستوطنين في الضفة الغربية من خلال تهجير القرى البدوية الصغيرة قادرون على الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وإعادة تشكيل خريطة الأراضي المحتلة التي يأمل الفلسطينيون في تضمينها في وطنهم كجزء من أي حل قائم على الدولتين